إذن تستحوذ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى واشنطن وخطابه المرتقب أمام الكونغرس بعد ساعة من الآن على اهتمام كبير خصوصاً الزيارة والخطاب يأتيان في سياق متوطر بين البلدين الحالفين بعد تسعة أشهر على اندلاع الحرب في قطاع غزة هذا ونقل موقع أكسيوس أن نتنياهو أبلغ المنظمات اليهودية بأنه سيقدم في خطابه أمام الكونغرس خطة اليوم التالي للحرب في غزة موسيقى لا شك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الزعيم الأجنبي الأكثر حضوراً لمقر مجلس النواب الأمريكي فللمرة الرابعة سيلقي الرجل خطبة أمام الكونغرس في ظل ظروف أقل ما يمكن وصفها بالاستثنائية والمتشنجة والمتوترة ستشهد بعض كراسي الكونغرس فراغاً أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي لخطابه اليوم لعل أهم الأسماء الغائبين نائبة الرئيس كامالا هاريس وهي أيضاً رئيسة مجلس الشيوخ بحكم منصبها بدع وارتباطات أخرى تشغلها كذلك ستغيب عن الحضور وجميعهن من الحزب الديمقراطي النائبة رشيدة طليب وإلهان عمر وأليكساندريا أوكس أوكاسيو كورتيز اللواتي أعلن مقاطعتهن لخطاب نتنياهو احتجاجاً على سياساته إذن صحيفة نيويك تايمز أشارت في تقرير لها أن غياب أعضاء عن الحزب الديمقراطي أثناء هذا الخطاب أي خطاب نتنياهو يهكس الغضب العميق داخل الحزب الديمقراطي بشأن سلوك نتنياهو في الحرب على قطاع غزة الصحيفة أيضاً تضيف أن نتنياهو سيواجه هيئة تشريعية في الكونغرس منقسمة حول قيادته في مواجهة انتقاد دولي متزايد حول الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ننتقل مباشرة إذن إلى حديث رئيس مجلس نواب الأمريكي في مقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو سليمان واليوم نقف مع صديقنا اليهودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي وأنني متشوق لأسمع من رئيس الوزراء الإسرائيلي وأتمنى أن هذه المناسبة سوف تكون هي المناسبة الأخيرة التي يتعرض بها الشعب الإسرائيلي إلى أي تهديد والعيش بأمان في بلادهم أحيل الكلمة إلى رئيس الوزراء شكرا سيد رئيس مجلس النواب لقد أظهرتم قيادة عظيمة جنبا إلى جنب مع قادة الشيوخ وزعيم الأقلية في مجلس النواب من خلال هذا التجمع الكبير لديمقراطية فأن الكونغرس للولايات المتحدة يتحدث باسم الشعب الأمريكي وهذا يعني أن شعب الأمريكي يتحدث باسم العالم أثمن هذه الفرصة لأتحدث إليكم في هذا الاجتماع وقت ومنذ ما يصل إلى ألفين عام تقريبا نتذكر ما الذي تعرض له الشعب اليهودي آنذاك أن أعداءنا لن يكون بمقدورهم أن يتعرضوا إلى جنودنا بفضل التحالفات التي بنيناها وخاصة مع الولايات المتحدة هذا ما سوف نعبر عنه اليوم شكرا لأعطائي هذه الفرصة والشعب الإسرائيلي أيضا يشكركم على أعطائي هذه الفرصة شكرا شكرا سيد رئيس المجلس النواب إذن كنا مع هذه الصور لإستقبال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو رئيس مجلس النواب الأمريكي كان تحدث عن دعم بلادها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل وقال إن إسرائيل تتعرض لهجمات من إيران المدعومة بحسبه من الصين وروسيا في المقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي وقبيل حديثه أمام الكونغرس الأمريكي للمرة الرابعة في تاريخه وبهذا يكون الزعيم الأجربي الأكثر حضورة في الكونغرس الأمريكي كان شكر الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها فيه على العموم هذا المشهد هو الأكثر متابعة اليوم وننتظر أي تفاصيل جديدة حول هذا المشهد وبتأكيد ننقل الكلمة المرتقبة لناتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي من المفترض بحسب ما نقل في وسائل الإعلام بأنه ربما سيتحدث عن اليوم التالي للحرب أو لنهاية الحرب في قطاع غزة أهلا البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في البيت الأبيض غدا الخميسة وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو سيناقشان التقدم نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين بالإضافة إلى الملف الإيراني كما أوضح البيت الأبيض أن نائبة رئيس كامالا حارس ستلتقي نتنياهو بالشكل منفصل هذا ودع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينا لإدارة الأمريكية والكونغرس إلى الضغط على نتنياهو لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني في حال كانت هناك إرادة أمريكية لتحقيق السلام في المنطقة وضاف أبو رودينا أن عمليات الإبادة في قطاع غزة بالإضافة إلى القتل اليومي في الضفة بالقدس وتدمير البنية التحتية في مخيمة جينين ونابلس وطولكرم ستجرب المزيد من التوتر مشددا إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي على إجبار حكومة نتنياهو على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني إذ كانوا حريصين على تحقيق السلام والأمن في المنطقة هذا وجدد تأكيد على أن مصير أي مخطط لليوم التالي للحرب على قطاع غزة مصيره الفشل ما لم يوافق عليه الشعب الفلسطيني كما حذر الناطق باسم رئاستها الفلسطينية واشنطن من السمرار دعمها لإسرائيل ويحملها هذا المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها أفدأ منرسل الحادث بتأجيل مغادرة الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة ليوم الأحد باعتبار أن نتنياهو سيبحث مع رئيس الأمريكي غدا سفقة التبادل ودفعها لذلك فإن الوفد لن يغادر إلا بعد أن يتم الاجتماع قبلها قال رئيس حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني كانتس تعليقا على الأنباء حول الاغتراب من التوصل لسفقة أنه تم بالفعل قبول عرض عودة المختطفين الذي وضع وأن انتظار عطلة الكنيسة للترويج لسفقة التبادل يعود لاحتبارات سياسية وليس أمنية وكان مرأس الحدث أشار إلى أن نتنياهو يفضل انتظار عطلة الكنيسة لإعلان سفقة التبادل كي لا يتمكن بنكفير واسمع تريتش من إسقاطي الحكومة برلمانيا ولي المزيد من التفاصيل المعلومات حول ما يرجع الآن حول هذا الاستقبال استقبال رئيس مجلس النواب ليس الوزراء الإسرائيلية رئيس مجلس النواب الأمريكي بالتأكيد والخطاب المرتقب من نتنياهو ربما سيعلم فيه خطة اليوم التالي لها الحرب من واشنطن معنا مديرة مكتب الحدث في واشنطن ناديا البلبيسي ومن القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أهلا بكما سريعا إلى نادية حيث أنت متواجدة قبيل هذه الكلمة المرتقبة لنتنياهو على ما يبدو سيكون الكونغرس فيه بعض المقاعد الفارغة وبعض الشخصيات الغائبة كيف هي الأجوال الآن داخل الكونغرس والمتعلقة بهذا الخطاب الرابع لنتنياهو في الكونغرس هناك مقاطعة من 30 نائب ما بين مجلسي الشيوخ والنواب بعضهم نواب يهود مثل بيرني ساندرز السناتر ساندرز المعروف طبعا بانتقاده الشديد لحكومة ناتنياهو لنذكر بأن عندما وجه رئيس مجلس النواب مايك جونس الذي رعناه قبل قليل الدعوة لنتنياهو كان ذلك في الصيف عندما كانت الجامعات الأمريكية تحتاج ضد سياسات إسرائيل في غزة وتطالب بوقف إطلاق نار وبحماية المدنيين طبعا بعد ذلك كان هناك موقف من الديمقراطيين بقيادة رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وهو أيضا يهودي ومعروف بولاو لإسرائيل كان هناك انتقاد مباشر لنتنياهو وأيضا من نانسي بيلوسي قيادة الحزب بدأت تفصل ما بين الدعم المعهود لإسرائيل كدولة وما بين دعمها لحكومة يمينية متطرفة بقيادة نتنياهو فمن هنا أعتقد بعد ذلك أدعنا الديمقراطيون وانضموا إلى الجمهوريين لأنه لا يوجد لديهم أي خيار آخر بالموافق على هذه الدعوة لذا نرى اليوم انقسام بالفعل في داخل المجلس لأول مرة عادة إسرائيل تسيطر على المجلسين تسيطر على الولاء الكامل للمشارعين الأمريكيين لكن ما نراه اليوم هو في الداخل كما ذكرت ستكون هناك مقاعد شاغرة وفي الخارج هناك مظاهرات تصل إلى آلاف من الذين يحملون يافطات يعتبرون أنهم مجرم حرب وهناك أيضا عدد كبير من جماعات يهودية تدعو إلى السلام وتدعو إلى حماية الأطفال والنساء في غزة وطبعا هذا كله ضمن إجراءات أمنية شديدة جدا بإغلاق كل المداخل إلى مبنى الكابيتل نعم هذا يذكرنا ربما بمشهد اقتحام الكابيتل نادية الاهتمام الأمني أو التشديد الأمني أمام الكابيتل صحيح نعم هنا انتقل لمشهد ما قبل هذه الزيارة مع زياد زياد قبل أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن كان يتحدث أنه سيسعى للدعم أو للحصول على الدعم الحزبي لإسرائيل اليوم على ما يبدو وتحدث للمنظمات اليهودية وقال أنه سيطرح الخطة التالية لبعد انتهاء الحرب ما الذي هو معروف في الداخل الإسرائيلي حول ما سيطرح في هذا الخطاب؟ في مجمل هذا الخطاب سيتحدث نتنياهو كثيرا إلى الشارع الإسليب اللغة الإنجليزية من الكونغرس الأمريكي هو يريد إعادة اعتباره من خلال هذا الخطاب في واشنطن لكن حاليا لن يكون هناك جديد دراماتيكي في خطة اليوم التالي بالنسبة لبن يمين نتنياهو وهو سيبدأت عن ضرورة أن لا يكون أي دور من أي نوع لحركة حمال لا في السلطة ولا في قطاع غزة سيطالب أيضا بالبسؤولية الأبنية على المعابر بيد إسرائيل وأمور من هذا القبيل الخطاب سيركز أكثر يمين نتنياهو على أمور أخرى هذا حدث الخطاب بشكل مفصل عن أن إسرائيل تحارب إيران من خلال سبع جبهات عبر حمال حزنا والحزيين وأغرين وسيستعرض ما هو بما حدث في السابع من الأكتوبر عمليا أمام الكونغرس الأمريكي سيتطرق التبادل بشكل أو بآخر لكن لن يسمع اليون ما أرادوا أن يكون عنوان هذا الخطاب الأعلان عن أن الصفة ناجر ببساطة نعم نتنياهو عاد للخلاف مع الوسط المفاوض ولهذا لن يتوجه وليس فقط لأنه سيجتمع بايدن سيطلب من بايدن تعهد خطي من الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل تستطيع بعد المرحلة الأولى العودة للقتال هذا شر إضافي الآن إذن نتنياهو سيطلب من بايدن تعهد خطي بين إسرائيل بإمكانها العودة للحرب بعد المرحلة الأولى لا يتوقع إذن أي اختراق في السفقة كان يعتقد بأنه ربما سيقدم شيء في هذه الزيارة وأمام الكونغرس تحديدا زياد في كل الأحوال كما سبق وقلنا في البداية وابتضح بأنه نتنياهو سيؤجل كل شيء للأسبوع المقبل أساساً لأنه يريد أن يكون الكنيسة قد خرج للعطلة الصحيفية ثلاثة أشهر أيضاً سوترج وبنكفير أن يهدده بإسقاط الحكومة من داخل البرلمان الإسرائيلي لكن بين هذاك ليس أكيداً أن نتنياهو يريد التقدم أكثر من المرحلة الأولى لهذا الآن الخلافري هو أن نتنياهو عاداً فقال أن الانسحاب من فلديلفي بعد تنفيذ المرحلة الأولى وليس كما يريد الجيش وكل الأجهزة الأدمية بدأ التنفيذ أي من المرحلة الأولى نعم هنا أنتقل لناديا إذن استمعنا إلى زيادة ربما النقاط التي استثرت في هذا الخطاب خطاب نتنياهو الرابع أمام الكونغرس ولكن في ظرف متوتر ومتشنج داخل الكونغرس الأمريكي بين الديمقراطيين أنفسهم وبين الديمقراطيين والجمهوريين حول تعامل إسرائيل مع هذه الحرب هل هذه النقاط التي كانت متوقعة من قبل الكونغرس ومن قبل الإعلام الأمريكي هل هذا الخطاب المتوقع؟ لا لأنه أولا بالنسبة للصفقة أريد أن أضيف ما قاله زياد قبل قليل بأن نتنياهو يجر قدميه لا يريد أن يكون هناك صفقة والكل يعرف ذلك لكنه لن يعلن عن أي صفقة على الهواء مباشرة لن يفاوض بهذه الصفقة على الهواء عندما يتحدث أمام الكونغرس لأن كل العلامة الأمريكية سينقلها لكن العلاقة مع بايدن بالتحديد هي متوترة ومن هنا ليس فقط الإنقسام على فكرة إذا تحدثنا عن 30 نائب هذا ليس بعدد كبير بغض النظر إذا كان هناك سنة معروفين أو لا لأنه بالنهاية عندك 435 في مجلس النواب وعندك 100 في مجلس الشيوخ لكن مرة أخرى أعتقد بأن التوتر الآن هو بين الإدارة بالتحديد وما بين نتنياهو بين المشرعين الديمقراطيين ونتنياهو الجمهوريين لا يزالون يؤمنون بكل مشاريع نتنياهو مستعدين أن يؤيدوه حتى النهاية وعلى فكرة نتنياهو جزء من خطابه سيكون هو محاولة الشرح للأمريكيين بأنه يدعم أو يتلقى الدعم من الحزبين ومن هنا أعتقد بأن زيارته التي كان مفروض أو لقاءه المفروض أن لا يكون مع ترامب رغم تأكيدات لي شخصيا من المتحدث باسم حملة ترامب بأنه لن يلتقي معه وسيكون هناك فقط مكالمة هاتفية عاد ترامب وقرر أن نتنياهو سيأتي إلى مارا لارغو وسيلتقي معه يوم الجمعة لكن لقاءه مع الرئيس بايدن طبعا علاقة متوترة بينهما وحتى مع كاميلا هاريس أنا تحليلي لماذا كاميلا هاريس لا تريد أن تكون في الكونغرس اليوم لسببين الأول بأنها طبعا بدأت الحملة الانتخابية وهي موجودة في إنديانا اليوم في جدوى المسبق لكن أيضا لا تريد أن تكون هذه الصورة عندما تجلس كاميلا هاريس ستكون خلف نتنياهو إلى جانب مايك جونسون رئيس مجلس النواب وبالتالي هذه الصورة وراء شخص يتهم بجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب ستضرها كثيرا في الحملة الانتخابية في ولاية ميشيغن بالتحديد ولاية متأرجحة في عرب أمريكيين قرروا أن لا يصوتوا لإدارة بايدن بسبب سياسته في غزة ويسموه جو دي جونيسايدر يعني الذي يرتكي بالمجازر أو الإبادة الجماعية وبالتالي هي تحاول أن تبعد نفسها نوعا ما عن سياسة إدارة الرئيس بايدن رغم أن دعم لإسرائيل معروف وعلى فكرة مايك جونسون هو أكبر متلقي لملايين الدولارات من الأيباك أكبر لبي مؤيد لإسرائيل وبالتالي هو يدافع عن إسرائيل بغض النظر عن من سيكون في القيادة سواء كان نتنياهو أو لا لكن لقاءه مع بايدن غدا سيكون مقتصر فقط على المكتب البيضاوي ثم سيجتمعون مع عائلات الرهائن الرئيس بايدن ونتنياهو سيكون مغلق هذا اللقاء الإدارة تريد أن يكون هناك صفقة خلال فترة قصيرة لأن الرئيس يريد أن يؤمن أولا إطلاق صراح الرهائن في عهده حتى يقول بأنه قام بإنجاز وأيضا إذا أوقف هذه الحرب وآتت كاميلا هاريس هناك استمرارية لسياسة الإدارة الأمريكية في غزة بحل الدولتين نعم وهذا سؤال لزياتو للأخير إذن كاميلا هاريس ربما ستكون المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كاميلا هاريس لن تكون خلف نتنياهو في هذه الصورة على غير العادة نائب الرئيس يكون خلف نتنياهو أمام رئيس مجلس النواب كيف فسر هذا الأمر إسرائيليا وهل هناك اهتمام بالغ بمسألة كاميلا هاريس وموقفها من القضية الفلسطينية بدون شك بره إنما في إسرائيل في هذا الموضوع في إسرائيل يقولون إن هذا نتنياهو مختلف يذهب إلى أميكا بعد أربع سنوات هو ليس كما يحاول ربما أن يسوق نفسه وهو هذا ما يحاول أن يفعله في الولايات المتحدة بأنه مثل وينسون شيرتر في الحرب مية يلقي قطابا ويريد استمرار الحرب حتى النصر الأكيد يقولون المنتقدون في إسرائيل يقولون أن وضعه أقرب إلى تشيمبرلين التي اضطر إلى الانسحاب والقالة من رئاسة الوزراء وبالتالي نسبة للإسرائيليين هم يدركون بأن هناك إشكالية مع الإدارة الأمريكية الديمقراطية سيسمع على فكرة من بايدن ومن هاريس وربما حتى من ترامب يراد الذهاب إلى صفقة والتفكير في إنهاء الحرب هذه مشكلة بالنسبة لبنيامي نيتنياهو قد يكون فقط أكثر راعة الآن انسحاب بايدن من السباق لأن ذلك ما مدحه نيتنياهو لن يغضب ترامب كثيرا ولن يكون الخطأ متشنج مثل الآيثين وخمسة عشر حينما انتقد بشدة الاتفاق النووي أو انتقد أوباما زياد باختصار قد لكن هو سيحاول أن يقول الأمريكيين بأن هذه حرب أمريكا وليس حرب إسرائيل فقط إذا ما انتصلت إسرائيل سنتصل للولايات المتحدة وإذا ما خسرت ستخسر للولايات المتحدة هذا هو ربما العنوان الذي يريده نيتنياهو في هذا الموضوع وسيكون عنوين في حديث موضوع إيران نعم وتتفق معك نادية في حديثك الأخير شكرا جزيلا لكم معا لكم هذه المعلومات ومازلنا في متابعة بالتأكيد لهذا الحدث الأبرز ليالجوم الخطاب المرتقب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنى مينتنياهو من القدس كنت معنا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي وكانت معنا من واشنطن مديرة مكتب الحدث نادية البل بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر